اشتركوا في القناة اخذنا في الفصل الاول تمام اللي هي الاوراق المالية والاوراق التجارية الى اخره اليوم ان شاء الله هنتناول اخر نقطتين في جرد الاصول المتداولة اللي هو الفصل الخامس اللي هو عبارة هيكون عن جرب النقدية في الصندوق وجرب النقدية في البنك طبعا الهدف من دراسة هذه الوحدة معالجة كافة العمليات المالية المتعلقة بالبنك سواء كانت مخبوضات ام مدفوعات التعرف على كل من عجل الصندوق والزيادة في الصندوق والمعالجة المحاسبية لهما شرح العمليات البنكية وانواع الحسابات التي تفتح في البنك واعداد مذكرة تسوية البنك وتبيق وتبيل فوائدها طيب نيجي اول نقطة اللي هو جرد النقدية في الصندوق طبعا كلنا احنا عارفين الصندوق اول ما بدأنا اصلا دراستنا واحنا بنحكي الصندوق ادعى في الصندوق سحب من الصندوق الى اخره تمام طبعا كنا عارفين ان الصندوق في نهاية السنة رصيده يرحل لانه من الحسابات الحقيقية فرصيده يرحل ويظهر في الميزانية العمومية وطبعا كاجراءات الرقابة تمام الداخلية طبعا بتم عمل جرد دوري للصندوق طبعا جرد للصندوق بشكل مستمر تمام في العمل اليوم اصحاب الصندوق الفرعية والشغلات هذه لكن في النهاية بتم عمل جرد دوري في نهاية الفترة لترحيل السوق او ترحيل الرصيد الى الميزانية العمومية وطبعا انت لما تعمل جرد لاي شيء احنا اتفقنا ان انت امام ثلاث احتمالات اما ان يتساوي الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري تمام وقلنا هل لا نحتاج الى اي عملية تسوية يعني اللي موجود في الدفتر هو نفسه الموجود في الارض على ارض الواقع في الصندوق النوع الاخر او الاحتمال الاخر هو ان يكون الرصيد الفعلي اقل من الرصيد الدكتري وهذه الحالة بنطلق عليها العجز يعني انت يكون مسجل عندك في الدفاتر 1000 الرصيد تتفاجأ في الصندوق في 800 اذا انت عندك عجز الحالة التالتة أن يكون الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتر يعني بدلا ما هو مسجل في الدفاتر ألف تمام وتتفاجأ أنه أرض الواقع في ألف ومية ألف ومئتين في الخزينة أو في الصندوق طيب نيجي لأول حالة طبعا قلنا الحالة الأولى ليس عليها أي تسوية لكن في حالة العجز أو الزيادة يتم معالجتها محاسبيا حسب السبب اللي أسبب حدوث هذا الفرقات سواء بالعجز أو بالزيادة العجز في الصندوق يتم تسجيله طبعا حالة العجز في الصندوق تمام حسب تشخيص السبب يتم تسجيله الحالة الأولى في حالة إذا كان أمين الصندوق هو الموظف تمام أنه أنا عندي أمين صندوق موظف وأنه من ضمن مسئولياته أنه هو يتحمل أي عجزات يعني العجز لو صار في أي عجز هو يتحمل مسئوليتها تمام مع العلم أن العجز مش طبيعي يعني مش خارج عن إراضة طبعا فيه العجز طبيعي أحيانا يحدث تمام هذا بتحملوش أمين الصندوق الأسباب الطبيعية لكن أسباب غير طبيعية معناها هذه أنت بدك تتحملها يا أمين الصندوق فقال لك في هذه الحالة بدك تحمل العجز كدين على أمين الصندوق تمام فبنقول من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق تمام من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق إذا اللحظوا أنا مثلا على افتراض أن أنا كان عندي عجز 100 دينار تمام رحت حملته مديونية أمين الصندوق خفّط قيمة الصندوق نجّست الصندوق 100 تمام ولما يسددني المبلغ بعمل قد عكسي بزود الصندوق ان انا جبضت فالصندوق زاد والمديونية اللي عامين الصندوق نجسة هذا احتمال اول احتمال الاخر انه يقول لي انا ما معيش خلص انت اخصم الراتب فبقول من حساب مصروف الرواتب مثلا الراتب 500 الى حساب امين الصندوق بيمة العاجز مثلا 200 وبعدين الى حساب الصندوق يعني كاني جبطته بجيت راتبه 300 طبعا كله هده هنشوفه في امثلة عملية طيب قال لك افطرد انه امين الصندوق هو صاحب المشروع نفسه يعني مش موظف صاحب المال يعني معقول صاحب المال بدي يسرك حاله طبعا لا فبيقول لك يا عمي غالبا ممكن اكون انا اخدت المصاري هادي اشتريت فيها شغلة وانا ناسي لايش فخلص فبيروح باعتبارها كأنها سحبها لاغراضه الشخصية فتسجل قيمة العجز بحساب مسحوبات شخصية من حساب المسحوبات الشخصية الى حساب الصندوق لاحظوا معي الحالة الاولى من حساب امين الصندوق لما كان امين الصندوق هو موظف الى حساب الصندوق لما صاحب المنشأة هو امين الصندوق لاحظ مسحوبات شخصية الى الصندوق تمام الحالة التالتة اذا كان العجز عجز طبيعي تمام وليس من مسؤوليات أمين الصندوق الموظف يعني الراجل مش بإيده هذي الشغلات العجزات تمام طيب يعني زي إيش مثلا داني نستلم دفع عملية مثلا وفطلع منها مثلا أموال مزورة تألفة تمام مش بإيده يعني تمام فهان بيعتبروها كخسارة تتحملها المنشأة كخسارة تمام فبيسجل لقيد إثبات المبلغ العجز فبيقول من حساب العجز في الصندوق أو عجز الصندوق إلى حساب الصندوق أثبتنا أن الصندوقنا نقصنا بقيمة العجز نقص هي في الدائن وأثبتنا مكانه مبلغ عجز الصندوق وبعدين في نهاية السنة بنرحل قيمة الحساب كله عمد السنة كاملة تمام ومن حساب الأرباح والخسائر إلى حساب العجز لأن العجز عمل معاملة المصاريف الخسارة الخسارة مدينة لما أقفلها بقليها دائنة ومن حساب الأرباح والخسائر فيه احيانا الشركة ممكن تفتح حساب تأمين فيه شركات تأمين بيفتحوا حسابات على جسس التأمين على الارصده هادي بيسموها تأمين ضد خيانة الامانة فلما بيصير عاجز زي هيك بروحوا تمام الحالة الاولى لو ما كانش فيه عندي شركات تأمين الحالة التانية طبعا الحالة الاولى جدنا بتتحملها الشركة شايفين ارباح وخسائر طب الحالة التانية جالك لا بتسبتها العجز وبتحمله على شركة التأمين من حساب شركة التأمين احنا كنا نقول ارباح وخسائر لو فيش شركة تأمين ايه لحساب العجز خسارة على الشركة يقول لك لا العجز ها بتحمله عمين على شركة التأمين ولما تجبطني شركة التأمين شايفين هاي ها هان مدينة لما تجبطني بخليها دائنة وبستلم المبلغ سواء بشيك او نقلة طيب طبعا حالة عدم معرفة السبب بيظهر عند حساب المعلق طبعا المعلق هذا هنشوفه بيظهر عندي في حالة الزيادة وفي حالة العجز طبعا المعلق هذا لما يكون الاسباب مجهولة تمام ومشي جادر احددها فبحطها في حساب معلق هذا حساب فروقات تمام الصندوق زاد صندوق نجس هنشوفه تمام فبنسجد القيد من حساب المعلق الى حساب الصندوق وفي النهاية بيتم اقفاله تمام في حساب الارباح والخسائر لما رصد اخر العام طيب نيجي لمثال رقم واحد مثال رقم واحد بيقولي في 31-12-2005 اظهرت محلات الهدى رصيد حساب الصندوق بمبلغ 1300 دينار وعند الجرد اتبين انه برصيد الفعلي 1250 1300-1250 فيه فرق عندي عجز بقيمة 50 دينار جلي اعمل لي قيد التسوية والاقفال بناء على الحالات الثانية الحالة الاولى اذا كان العجز من مسئولية امين الصندوق اللي هو موظف تمام الوراتب شهر 600 دينار يدفع له نقضا التين اعتبار العجز طبيعي وخسارة على المحلات اعتبار العجز شبه طبيعي وتحميل مبلغ مناصفة بين المشروع وبين امين الصندوق الحالة الاولى لما اعتبرنا انه العجز من مسئوليات امين الصندوق اول حاجة قديش قمت العجز قلنا له 50 دينار 1300-1250 الخمسين هادي هنستفتها بطيد تمام لذا نستفتها بطيد من حساب امين الصندوق ونحمل المديونية امين امين الصندوق اي من حساب امين الصندوق الى حساب الصندوق تمام تمام اثبتنا هيك المديونية الصندوق نقصناه عشان نعدل العجز خلص هيك فيش عجز وراح الفرج امين تحملوا دين على امين الصندوق قل جيت اجا موعد للراتب قلنا له امين الصندوق من حساب الرواتب تبعك تمام مصروف الرواتب 600 دينار الى مذكورين هل جيت احنا في العادة لما ندفع الرواتب نقول نسلا دفع الرواتب نقدا من حساب مصروف الرواتب الى حساب الصندوق قال لك هلأ هنفي عليه خصم العجز فهنقول من حساب الرواتب 600 الى مذكورين امين الصندوق هاي المديونية تبعته بالطرف المدين بدي الغيها بالطرف الدائن بخمسين الى حساب الصندوق بقى الراتب بقبضه 550 طيب قال لي على اعتبار ان العجز طبيعي من حساب العجز في الصندوق الى حساب الصندوق 50-50 وبعدين بنقفله في حساب ارباح وخسائر تمام هاي العجز مدين لم هقفله هخلي ايش دائن تمام وبغلق في حساب الارباح والخسائر طب لو افترضنا ان فيه شركة تأمين بدل ارباح وخسائر هنحط شركة التأمين ولما يقول لي جبضتنا شركة التأمين هنقول من حساب الصندوق او البنك الى حساب شركة التأمين تمام اذا انا بحالة العجز طبيعي امام خيارين اما ان يكون العجز طبيعي ويحمل خسارة على الشركة او ان يكون العجز طبيعي مؤمنين لدى شركة تأمين ضد خيانة الامانة طيب قال لي على افتراض ان العجز كان شبه طبيعي يعني من الاخر صاحب الشركة ما بلحاش تمام وقال لك ايش وقال لك يا عمي انا مش مطنع انا مش حاس ان هو هذا لا هي خلل من عندك انت بتتحمل ليش مكنتش مركز لعنى ان افترض ان الخلل كان اموال تالفة تمام في اموال دفعات اجت من خلالها كان فيه ما بين الاوراق اوراق تالفة هان بفرض انه يتحمل يعني اموال تالف خلص يعني عجز طبيعي راح اجي صاحب المشروع مش مطهاش قال له لا هذا اهمال منك وعشان انا نكون معك كويسين خلص احنا بنشيله النص وانت نشيله النص طبعا الصندوق مدين لما يكثير فيه عجز بخليه دائن بقيمة خمسين الى حساب الصندوق لاحظوا لو رجعتوا للحالة التالتة هذه هي عبارة عن دمج للحالة الاولى والحالة التانية تمام فجلك مناصفة بين المشروع امين الصندوق فهجول من حساب امين الصندوق بخمسة وعشرين هينص المبلغ ومن حساب اعتباره عجز طبيعي تمام على الشركة خسارة على الشركة بخمسة وعشرين الى حساب الصندوق طبعا العجز هيقفل في حساب الارباح والخسائر وامين الصندوق هينخسم من راتبه زي ما انتم شايفين هيك بنكون هنا النقطة الاولى المتعلقة بالعجز او الناقص في الصندوق طيب نيجي للنقطة الثانية اللي هي في حالة الزيادة الزيادة في الصندوق تمام قال للحالة الاولى اعتبر اعتبار انه الزيادة اراد للمشروع تمام يعني اعتبار الزيادة هالي طبيعية من الاخر يعني اعتبارها زيادة طبيعية ارادة للمشروع مش كنا نحكي اعتبار العجز طبيعي يعني خسارة على المشروع وهنا اعتبار الزيادة ارادة للمشروع يعني اعتبار زيادة طبيعية فجل لك اسمتها من حساب الصندوق الى حساب الزيادة في الصندوق هين زودنا الصندوق تمام طيب الزيادة في الصندوق هذه ما بفعش انها تضلها لازم تقفل في نهاية السنة هي دائنة نما أقفلها بخليها مدينة وتقفل في حساب الأرباح والخسائر أما إذا كان السبب مجهول فهيجي لحساب أبو وجهين اللي هزهر عنا في حالة العجز برضو بظهر عنا في حالة الزيادة من حساب الصندوق إلى حساب المعلق تمام؟ وطبعا المعلق قلنا في نهاية السنة لما نشوف جدش في مدينة ودائن نعمل الفرق الرصيب تابعه ومنسكره في حساب الأرباح والخسائر طيب جالي في 31-12-2006 أظهر الدفاتر محلات الأمين لرصيد الصندوق المبلغ 1200 دينار وعند الجار تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق 1270 دينار جالي تسجيل يعني فيه عندي 70 دينار زيادة في الصندوق تمام؟ تمام جالي اعتبرها أن إرادة يعني من الآخر اعتبر أن الزيادة هذه زيادة طبيعية من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق موضوع السلس هو بسيط جدا من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق تمام؟ وبعدين الزيادة بنقفلها في حساب الأرباح والخسائر هي دائنة بنخليها مدينة طيب الحالة الثانية جالي في حالة عدم معرفة السبب هو في الشغل الخيارينية أما اعتبرها زيادة طبيعية يا مع مجهولة السبب على طول على المعلق والمعلق برضو نفس الفكرة يقفل في حساب الأرباح والخسائر يعني ما اختلفش شيء شلنا كلمة زيادة في الصندوق حطنا كلمة معلق بس تمام؟ موضوع سهل جدا طيب مثال ثلاثة ركزوا معها جالي بتاريخ 36009 ظهر رصيد الصندوق الدفتر للمحلات الأمانة التجارية مبلغ 3800 دينار وعند الجرد الفعلي تبين وفق المحضر الجرد أن قيمة موجودة فعليا كانت 4100 طبعا للوهلة الأولى بتقول اوه هاي زيادة في الصندوق 4100 جالوا فيه زيادة موانت فيه زيادة وفيه عاجز بدك تدور على الأسباب اللي سببت الفرقات هذه فبدأوا يراجعوا من وراء أمين الصندوق ويشوفوا وين الخلل لجوا أنه هناك فطورة مبيعات نقدية بقيمة 1000 دينار لم يتم تسجيلها يعني فيه بيع ب1000 دينار ما تسجلش طيب قال لك فيه فطورة مصاريف اندفعت ب200 دينار عفوا ولم تسجل يعني هي فيه فطورتين بيع وشراء فطورتين ما ندفعوش واحدة ما ندفعتش واحدة يعني ما تسجلوش بشكل عام قال أنه سياسة الشركة تتحمل 30 دينار وأمين الصندوق يتحمل الباقي بحالة وجود أي عاجز يعني الشركة لو طلع عاجز 10 دلنير بتشيلها الشركة 20 دينار الشركة 30 دينار الشركة 31 دينار الشركة 30 وأمين الصندوق واحد 40 دينار الشركة 30 وأمين الصندوق 10 إلى آخره فجلي وقد تم خصم مبلغ العجز بتاريخ 31 سبعة من راتب امين الصندوق البالغ 600 دينار وصرف الباقي نقدة يعني الاخر طلع في عجز عليه تمام اتحملت الشركة 30 والباقي شاله امين الصندوق طب نيجي اول حاجة بدي اعمل عشان اعدل الرصيد جلي في فطورة مبيعات ما تسجلتش بدي تسجلها نقدا طبعا فمن حساب الصندوق الى حساب المبيعات وفي فطورة مصاريف 200 دينار ما تسجلتش اذا مين حساب مصاريف الضيافة الى حساب الصندوق هجيت ركز معي المبلغ المبلغ اللي في الصندوق 3800 حسب الدفاتر مزبوط جال لك ضفنا عليهم كمان 1000 جبضناهم فطورة مكانتش مسجلة ضفناها هاي مش الصندوق زاد ب1000 هاي من حساب الصندوق اذا الصندوق زاد ب1000 صار الصندوق 4800 اخصم منه نقص فطورة ضيافة 200 نقص 200 اذا الرصيد الفعلي او الرصيد الدفتري المعدل الاصلي هو 4600 معناها انه انا حسب الدفاتر هيكون عندي الرصيد 4600 فعليا 4100 فيه عجز عنده جديش 500 وصلت الصورة كيف صارت؟ نعيد كمان مرة هو ايش جال لي في السؤال؟ جال لي في السؤال انه الرصيد الدفتري 3800 صح؟ لما بعكشنا لجينا فيه فطورة مبيعات يعني معناها انه جبض فوق 3800 كمان فيه 1000 جبضهم بس ما سجلهمش بدي اسجلهم وفيه كمان 200 دفعهم وما سجلهمش بدي اخصمهم يعني فعليا بدي اقول الرصيد الدفتري لأساسي كان 3800 ضيف عليهم 1000 جبضهم ما سجلهمش واطرح منهم 200 دفعهم وما خصمهمش يعني الرصيد 4600 و600 حسب الدفاتر تمام 4100 رصيد فعلي فيه 500 مقصومات عجز عنده طب ايش جال لك الشركة في تحمل 30 والباجعة من الصندوق فمعناها بدي اقول من حساب هي العجز 500 الى حساب الصندوق 500 من حساب العجز في الصندوق 30 وحملنا الباجعة امين الصندوق 470 لما اجل يجبض الراتب الراجل من حساب مصروف الرواتب الى حساب خصمنا عليه 470 وجبضناه فعليا بس 130 اي الستميرات بكله خصم عليه 470 مدين هو كان امين صندوق في الطرف المدين لما حملنا العجز لما سده صار في الطرف الدائن تمام ودفعنا له 130 جنال هاي بجيت يا بطل يا بطل طيب كمان فكرة على السؤال جل كان رصيد الدفتري للصندوق 1820 في حين كان الرصيد الفعلي اللي لقوه 1520 جلها في الدفاتر حلو تمام اذا عرفت انه الشركة بتتحمل 30 والباقي يتحملوا امين الصندوق علما بانه راتبه 500 دينار اول حاجة في فطورة مشتريات اذا من حساب المشتريات الى حساب الصندوق يعني الصندوق حسب الدفاتر رصيده جديش 1820 ركزوا معي هاي 1820 بتدمشي واحدة واحدة عندي اول حاجة هيعمل نقيت فيها من حساب المشتريات شايفين الى حساب الصندوق اذا بدي اطرح 150 قيمة فطورة مشتريات جل وجبض هو في تاجر دفع له 100 دينار اذا بدي اضيف المد دينار للصندوق زاد شايفين اما ينجز الى حساب الصندوق للصندوق نجز من حساب الصندوق للصندوق زاد هاي من حساب الصندوق 100 تمام وبعدين دفع كمان فطورة التلفون اذا ناقص فطورة التلفون هي 150 اذا رصيد الفعلي او الدفتر الرسمي هو 1720 تمام طيب هو فعليا لقوا يجادش في الصندوق شايفين هاي هاي رصد 1720 وهذا الشغل الصح انك تصور وتحط ايش ترحل القيود عشان يبين معك الرصيد المعدل هو 1720 وفعليا لقوا في الصندوق 1520 في 200 دينار عجز 1720 المئتين دينار هاي الى حساب الصندوق 200 دينار من حساب امين الصندوق 1170 شيلنا لامين الصندوق و30 شلتهم الشركة تمام طيب المئة وسبعين صار فيهم لما جبض رتب الراجل خصمنا على مئة وسبعين وجبضناه 330 والعجز طبع الصندوق حملناه على الارفاح والخسائر هيك بنكون انهينا النقطة الاولى المتعلقة بجرد النقدية في البنك عفوا جرد النقدية في الصندوق وهنبدأ ان شاء الله النقطة الاخرى او الثانية والاخيرة في الفصل اللي هو جرد النقدية في البنك طبعا البنك كلنا عارفين انه احد عناصر الاصول المتداولة وبالتالي يجب ان يتم اخضاعه لعملية جرد ومطابقة زيه زي الصندوق زي المدينون زي العناصر اللي شفناها في الوحدات السابقة طب البنك حساب البنك هو عنصر غير متوفر لديه وموجود للطرف اخر طب كيف بتم عملية الجرد له والتأكد من صحة ارسته بتم من خلال كشف البنك طبعا البنك معروف عنا كان زمان يبعت في البريد كل اخر شهر بيبعت لك كشف حساب طبعا حدثت الامور صار بالميل هالحين صار فيه التطبيقات الخدمات الابترونية طبعا مجرد بس ما تفتح على حسابك تمام على الموبايل او على الجوال عفوا او على الويب بتلاقي بديك صفحة خدمات الالكترونية طويلة عريضة ايش فيه ارصدتك ايش العمليات اللي انت عقمت فيها وكل شيء تمام اول باول طيب احنا نيجي على متوى درستنا غالبا ما بيكون رصيد رصيد البنك او حساب البنك المسجل في الدفاتر غير مطابق لرصيد البنك اللي وارد في الكشف طبعا البنك اللي بيبعته كشف البنك وهذا طبعا الفرقات غالبا ما بتكون ناتجة نتيجة فرق عمليات زي انه انا اكون ارسلت شكات للتحصيل وضفتها عندي في الحساب البنكي ويكون البنك لسه ما حصلهاش تمام او انه انا اكون مصدر شكات وخصمها من الرصيد البنكي ويكونوا اللي اخدوا الشكات هدول ما جدموهاش للبنك للصرف تأخروا فيها يعني مستعجلوش مثلا تمام جالوا بزيادة يومين ثلاثة وفي اللي هي الخدمات البنكية او المصاريف والفوائد اللي بتندفع او تحصل تمام على الحسابات في عمليات خارجية غير الشكات يعني زي كمبيال انا بكون مرسلها للتحصيل وبكونش انا لسه مدخلها في الحساب بكون مديها للبنك البنك بكون محصلها وانا مش داري وطبعا فيه فوائد بكون البنك دقلي اياها بحسابي او خصمها من حسابي الى اخره تمام هذه كلها الفرقات بيتم معالجتها معالجتها كيف؟ قال لك هذه الفرقات بنعمل حاجة اسمها مذكرة تسوية البنك مذكرة تسوية البنك هي قائمة بتبدأ اما بحساب او رصيد البنك حساب البنك في الدفاتر او برصيد الحساب البنكي تمام حسب كشف البنك فيه الهنوعين او طريقتين اما طريقة الرصيد المطابق واما طريقة الرصيد المعدل فكرة الرصيد المطابق اني ابدأ باحد مثلا رصيد حساب البنك حسب كشف البنك تمام بعمل عليه تعديلات اللي هي المكتوبة هادي بصل بديني رصيد حسب الدفاتر بتأكد لانا شغلي صح ايش بسوي؟ بمسلا حساب البنك بضيف عليه الشكات الواردة زي ما انا عملت في دفاتري يعني ايش انا سوت في الدفاتر هعمل عكشف البنك هاي حساب كشف البنك انا الشكات الواردة اللي البنك ما كانت لسا محصلها بضيفها على الحساب كأنه حصلها تمام؟ الشكات الصادرة اللي البنك ما خصمهاش بخصومها تمام؟ وفيه فوائد ومصاريف البنك بيكون حاططها سواء الي او علي بشيلها تمام؟ اذا كانت مدينة يعني خصمها من حسابي برجحها للحساب واذا كانت دا ان اضيفها للحساب بخصومها من الحساب بطلع عندي رصيد البنك حسب دفاتر المشروع او بالعكس ان ابدأ حسب الدفاتر واروح الشكات الصادرة اللي انا خصمتها من حسابي والبنك لسا مش خصمها بروح برجحها بضيفها في الحساب الشكات الواردة اللي انا ضفتها في الحساب والبنك لسا مش ضيفها برجح بشيلها تاني كايني لسا ما ضفتهاش وبعمل زي ما عمل البنك البنك حطيلي فوائد دائنة تمام؟ بضيفها في حسابي خصم علي فوائد ومصاريف مدينة بروح بخصمها من حسابي بطلع عند الرصيد طبعا هي رصيدية طريقة هادي اقل شيوعا اللي هي نظام الرصيد المطابق لانها غير عملية انا من وجهة نظري تمام؟ الطريقة الشائعة الاكتر واللي دائما نبتشي في اسألة الامتحانات اللي هي طريقة الرصيد المعدل هاي المثال رقم خمسة على الطريقة الاولى تمام؟ جالي كان رصيد حساب البنك في الدفاتر 11610 بينما كان حساب البنك في الكشف تبع البنك 12500 ولما دوروا على اسباب الخلاف لقى في عندي شيك رقم 555 تمام؟ بقيمة 1200 دينار احنا اصدرناه ولكن عصام ما قدمهوش للبنك شيك صادر لم يقدم واحنا استلمنا شيك بقيمة 300 دينار ارسلنا للبنك اللي اضافته في الحساب ولكن البنك ما كانش ضيفي يعني هي شيك صادر نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين شيك وارد قال لي في عندك مصاريف خدمات مصرفية 15 دينار البنك خصمها علي تمام؟ انا مش موجودة عندي في الدفاتر وفي عندي خمس دينار البنك حطل لي اياها فائدة ريبيت على الحساب الجاري تبعي تمام؟ قال لي اعمل لي مذكرة التسوية وقيود التسوية والجاردية والاقفال وتصوير حسابات البنك طبعا بالنسبة للمذكرة زي ما احنا حكيناك والتسوية والاقفال غالبا هي ما بتتعلق الا بس بقضية الفوائد والمصاريف اللي البنك بيكون مسجلها وانا مش مسجلها عندي هادي بدي اخدها بعلي اعتبار تمام؟ هنشوفها في الامثل القادمة وبيان اثرها على حساب الارباح والخسار الى اخره قال لي واحنا بدينا بكشف البنك البنك 12500 بدي اخليه 11610 زي رصيد الدفاتر ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل اول ايش زي ما سوت الشركة الشركة ارسلت شك عندها شك صادر وشك وارد الشك الصادر الوارد بدي اضيفه اللي هو 300 دينار اللي اخدناه من ابراهيم بدي اودعه في الحساب تمام؟ تمام طيب قال لك والمصاريف اللي انت خصمتها علي بديك اترجحها هو خصم علي 15 دينار بدي ارجع اضيفها تاني حلو؟ حلو طيب قال لك والشك الصادر اللي انا نجسته بدك تطرحه 1200 دينار اللي انا طلعته تمام؟ بدي ايش؟ اخصمه زي ما بدك تخصمه يا بنك كأن انا بحكي مع البنك بدك تخصمه زي ما انا خصمته والخمس ده اللي انت حطيته في حسابه بشيلها تمام؟ طلع معي 1200 1500 زائد 300 زائد 315 صار 12815 اطرح منهم 1200 بطلع 11610 هاي طريقة او ان انا اعمل زي البنك انا اعمل زي البنك ايش البنك سوى؟ جل حسابي انا حساب 11610 تمام؟ جل البنك انا خصمت شيك صادر البنك لسه مخصموش بدي ارجعه طب البنك حط في حسابي فائدة بدي احطها طب انا اضفت في حسابي اللي هو 300 دينار شيك وارد البنك مضفوش بدي ارجع اخصمه والبنك خصم علي 15 دينار مصرفات بنكية بدي اخصمها اي 11610 زائد 1205 ناقص 315 12500 لاحظ الرقمين هدول هما نفسهم اللي فوق بس بالعكس كان مضيوفات مطروحات والمطروحات صاروا مضيوفات انعكسة بس تمام؟ عشان هيك انا بعتبرها طريقة غير فعالة طبعا بالنسبة للقيود في عندي قدين اللي هي خاصات بالمصاريف بدي اخصم المصاريف البنكية اللي خصمها البنك علي تمام؟ و بدي اضيف الفائدة الدائنة للبنك ضف لي اياها وبعدين اقفل كل واحدة على حدة زي ما احنا شايفين و اصور حساب البنك تمام؟ طبعا الرصيد طبع البنك 11600 هيك الرصيد المعدل الخاص بالميزانية العمومية اللي مخود يطهر في الميزانية العمومية له 12500 تمام؟ وله 11600 هو 11600 طيب وهي الارباح والخسائر وهي حساب البنك حسب نيجي لمثال رقم 6 هذا المثال هيتناول الفكرة بطريقة الرصيد المعدل تمام؟ ركزوا معي منيحان وشوفوا كيف الفكرة بتصير مفال 6 في 13700 اظهر الكشف الوارد من البنك لمحلات عصام احنا محلات عصام اجانا كشف من البنك برصيدنا قدرت 3732 دينار وكان رصيد البنك عندي في الدفاتر تاعت الشركة انا اللي انا مسجله 4185 لما بحثت عن الاسباب لاختلاف لجيت ما يلي لجيت انه فيه 1447 دينار اداعات نقدية تمام؟ قدني مثل البنك ولكن لم تظهر فيه كشف البنك اتنين فيه ورقة قابض محصلة يعني فيه كمبيان لان اعطتها للبنك يحصل لي اياها قيمتها 382 دينار وعليها مصاريف تحصيل 8 دينار البنك حصل لي اياها ولكن ما كانش لسه وسن اشعار تمام؟ فلم تسجل عملية تحصيل الكمبيان ومصاريف تحصيلها وين؟ في دفاتر المحلة بينما ظهرت الكمبيانة ورقة القبض والعمولة فيه كشف البنك طيب ثلاثة هناك شيك صادر رقمه 344 قيمته 1135 دينار الامر المورد صالح انا طلعت شيك من عندي ولكن تمام؟ لم يقدمه صالح للبنك عشان هيك ما ظهرش في كشف البنك اربعة قال ليوجد شيك وارد رقمه 311 تمام؟ بخيمة 367 دينار من العميل احمد تم اداعه بالبنك للتحصيل فتم رفضه ولكن اشعار الرفض لم يصل لمحلات عصام بعد خمسة جلي هناك فوائد مدينة مقدارها مقدارها 230 دينار على محلات عظام اصام ظهرت في كشف البنك ولكن لم تسجل بالدفاتر لتأخر وصول اشعار بذلك قال لي فيه شيك رقم 718 تم استلامه من سلامة بقيمة 361 دينار سجلناه في الدفاتر بالخطأ ب316 تمام؟ قيمته الحقيقية ظهرت بكشف البنك يعني ظهر ب361 بكشف البنك جلي هناك شيك رقم 614 صادق من محلات عصام بقيمة 281 دينار سجل بالخطأ في الدفاتر بقيمة 218 في حين ظهر الكشيك بقيمته الحقيقية في كشف البنك جلي بدي اعمله مذكرة تسوية بدي اعمل قيود تسوية واقفال تمام اللازمة مع تصوير حساب البنك واظهار الرصيد المعدل في 31 سبعة الفين وتسعة طيب هان انا وانا بجرى النقاط دايما لازم انتبه على شغلة اشوف النقطة هاده بتتناول اشي تسجل مسجل في البنك ولا مسجل في الدفاتر الخلل يعني هل هو تم تسجيله في الدفاتر ام في البنك تمام؟ واقيمها وبعديها اشفر طيب هيجيت انا لافترض ان انا بدي ابدأ تمام؟ لو انا بدي ابدأ بالرصيد الدفتر اللي عندي اللي هو قيمته جديش 4185 دينار بدي انا اصل لايش فيه شغلات مش مسجلة عندي ايش فيه شغلات مش مسجلة عندي انا بفضل دايما ابدأ بالرصيد تمام؟ ابدأ بالرصيد الدفتري عشان القيود اللي هعملها لاحقا هتكون منمحها من الخطوات اللي انا همشي على الحين هجيت انا في الرصيد الدفتري تمام؟ لو انا رجعت للنقاط طلعوا معي لو انا رجعت للنقاط الادعات النقدية هاده انا مسجلها عندي في الدفاتر تمام؟ ما بتلزمنيش طيب والشيكات الصادرة الشيك الصادر مسجل عندي في الدفاتر ما بيلزمنيش لاحظوا نقطة 2 ورقة قابض حصلها وعليها عمولة هذه بتلزمني مش مسجل عندي في الدفاتر الرفض اللي اجي على شيك بتاع العميل احمد اللي قيمته 367 دينار هذا برضو مش مسجل عندي في الدفاتر هو اللي مسجل ان انا اودعته فبدي اعمل رفض هذا بيلزمني الفوائد المدينة اللي حطها البنك عليها بتلزمني تمام؟ الخطأ اللي في الشيك تبع المدينة سلامة والمورد هاني تمام؟ هدول بيلزموني هدول كلهم اخطاء عندي في الدفاتر اذا لاحظ انا لما ابدأ بالرصيد الدفتري كل العمليات المقصود فيها اللي تمت في البنك ولم يصلني بها اشعار بدي اضيفها تلاحظيش كلامي بقول كل العمليات اللي تمت لدى البنك ولم يصلني بها اشعار بدي اضيفها او اخصمها حسب طبيعة العملية طيب انا رصيد الدفتري 4185 تمام؟ ايش بدي اعمل نقطة رقم واحد ما بتلزمنيش انا اصلا عاملها بدي اضيف 382 دينار تمام؟ 382 دينار قيمة كيمبيالا تمام؟ طبعا هو في الحل لو انت روحت وفتحته على الكتاب على صفحة 141 هتلاقوا الحل هيطلق المضاف في الاول والطرح في الاخر انا ما عندي اي مشكلة لو بديك تمشي وتطرح في نفس الوقت انا ما عندي اي مشكلة يعني انا هيني هبدأ معكم هاي 4185 جالي حصل كيمبيالا قيمتها جديش 382 دينار بدي اضيفها على رصيد 382 دينار وخصم عمولة 8 دينار ما فيش عندي اي مشاكل همشي نقطة نقطة هاي رقم اثنين تمام؟ طيب فيه شيك صادر رقم 3 ببلزمنيش نقطة رقم 4 جالي فيه عندك شيك تم رفضي يعني انا اودعته في الحساب بدي ارجع اخصمه اذا بدي اطرح من الرصيد 367 دينار تمام؟ طيب جالي فيه عندك فوائد مدينة قيمتها 230 دينار فوائد مدينة يعني انا هقصمها من حسابها انا دفعتها للبنك مقابل خدمات بنكية يعني دفاتر شكات خدمات إلكترونية استعلامات الى الى اخرى تمام؟ هاي ناقص 230 طيب جالي فيه شيك المدينة سلامة 361 دينار انا سجلته ب316 لاحظوا هان لما انا اقول 361 تمام؟ وانا سجلته في الدفاتر 316 معناها انا قللت من قيمة الرصيد تابعي بقيمة 45 دينار فهرجع اضيف تمام؟ عرصيدي 45 دينار خطأ شيك بالخطأ تمام؟ طيب جالي فيه عندك شيك اخونا مين؟ المدين اللي هو تابعا المورد هاني هذا شيك طلع من عندي قيمته 281 دينار لكن انا لما سجلته سجلته 200 و18 معناها بدي اناقص من الرصيدي 63 دينار هاي ناقص 63 دينار اذا مفروض الرصيد المعدل عندي يكون 3944 شوف انا مشيت نقطة نقطة تمام؟ ما رعيتش فيها يضاف وبعدين احط الطرح او انت بدك تحيل زي نظام الكتاب برضو صح مرتب اكتر هاي الرصيد الدفتري اللي بده اضافة اللي هو ورقة قبض والشكل اللي بالخطأ تسوية خطأ تبع شيك مكتوب بالغلط تمام؟ وخصمت منه مصروف عمولة التحصيل والشكل مرفوض رجعت خصمته ولعمولة المدينة او الفوائد المدينة تمام؟ وفيه شيك بالخطأ تمام؟ صادم من عندي سجلته بالخطأ اقل من قيمته فخصمتها بيطلع عندي الرصيد المعدل 3944 طيب هذا الطريقة الاولى اللي انا بفضلها الطريقة التانية انك تبدأ بالرصيد تبع كشف البنك تمام؟ وبس اضيف الادعات النقدية التي لم تسجل في الدفاتر وتطرح الشيك الصادر هيطلع عندك نفس الرصيد الدفاتر طبعا هان ابسط صح؟ يعني واحد يجي يقول يا استاذ انحل باي طريقة التنتين صح؟ الهاد نبدأ بالكشف فوضى والكشف فوضى بس انا ليش بفضل الاولى؟ طلعوا معا افتحوا معا صفحة 141 هيجيت لما اجي احل المطلوب التاني اعداد قيود التسوية اللازمة لاحظ انت لو فتحت طلع لما تمشي على الطريقة الاولى هتمشي كل مقطب قيد هاي قيود التسوية المطلوبة منك ورقة قبض محصلة معناها هقول من حساب البنك الى حساب اوراق قبض تمام؟ حصلت الي اوراق قبض 382 وبالضخص معمولة من حساب مصروف عمولة تمام؟ الى حساب عمولة تحصيل الى حساب البنك بتمندلانير هاي اول نقطة شايفين العمولة اللي هي نقطة رقم اتنين طيب جل لنقطة رقم اربع المدين احمد اللي شيكو ترفض انا كنت ضيفه في الحساب بدي ارجع انزله تمام؟ بدي ارجع انزله فهقول من حساب المدينون احمد الى حساب البنك بدي انزل حساب البنك واحمله مديونية على المدينون احمد طيب النقطة الخامسة اللي هو تبع الفوائد المدينة بدي اسجل علي فوائد مدينة من حساب الفوائد المدينة الى حساب البنك 230 شايفين؟ هاي كله من هان طيب جلي وبدك تعمل تسوية للخطأ طبع الشيكين شيك وارد وشيك صادر فيه شيك 45 دينار اضيفه في حساب البنك اللي هو من حساب البنك الى حساب المدينة سلامة تمام؟ وشيك اناقص من قيمة البنك اللي هو من حساب المورد صالح الى حساب البنك ب63 هاي شكات التسوية او قيود التسوية المطلوبة عندي في المثال رقم 6 تمام؟ وفي النقطة الاخيرة جلي بدي اياك تصور لي حساب البنك لاحظوا لما هصور حساب البنك يجب ان يكون الرصيد المعدل تمام؟ طلع هي قيود التسوية اللي احنا حكينا عنها قبل شوية كنا من نقشها طلعوا معي لما اصور حساب البنك هاي رصيد الدفتري هاي اللي انضافه في الحساب هاي اللي طرح من الحساب لاحظ الرصيد المعدل اللي ظهر نفس هو الرصيد تبع التصوير الحساب طيب نيجي لمثال الاخير اللي هو مثال رقم 7 جلي اظهر كشف البنك المرسل الى محلات الشمال عن شهر اظهر رصيدا دائنا يعني ان رصيدنا في البنك بدنا من البنك 1675 دينار في حين انه حسب الدفاتر احنا قلنا 1804 دينار جلي هناك ادعاة لقضية قيمتها 550 دينار ان البنك احتسب فوائد دائنة 25 دينار وردت ضمن البنك ولم تثبت في الدفاتر شايف اللي بيقول لك لم تظهر في كشف البنك بدك اما تحط كشف البنك رصيد البنك بدك تبدأ فيه بدك تحط في كشف البنك اللي جالك لم تثبت في الدفاتر بدك تحطها ايش لما تبدأ بالرصيد الدفتر تحطها في الدفتر هاي جالك اول انا بحب ابدأ بالرصيد الدفتري تمام هاي اول نقطة في عندي فوائد دائنة بتضيفها على الحساب لم تظهر في الدفاتر هاي لم تثبت في الدفاتر جالي فيه شيك لم يقدم للصرف تمام بقيمة 400 كما ارفق البنك اشعارا يفيد بتحصيل كمبيالة بقيمة 40 دينار لم تثبت في عندي 40 دينار كمبيالة هذا خاص كشف البنك هذا خاص عندي في الدفاتر جالي فيه خطأ شيك المورد سعيد قيمته انا ديته بقيمة 300 842 تمام ونخصم في البنك وكلش 100 مية لكن انا مسجله في الدفاتر 824 يعني بالدرجة انقص فرجية المبلغ اللي هي تبلغ حوالي 28 دينار تمام تمام 28 اشت اكد بس 18 دينار عفوا طيب البنك اعاد شيك بقيمة 26 دينار لعدم كفاية الرصيد للعميل بدي ارجع نرجع مديونية على سيف اعداد مذكرة تسفية وقيود اليومية او التسفية الخاصة بالموضوع لاحظ لما ابدأ بالكشف تبع البنك بدي اضيف ادعاة نقدية واطرح شكات لم تقدم للصرف هي رصيد المعدل 1825 حسب الدفاتر اول نقطة جلي بدك تضيف لي 25 دينار فوقت دائنة على الحساب ما كنتش انا مسجلها لسه عندي عشان ما جانيش فيها اشعار وبدك تضيف لي كمان 40 دينار كمبيالة حصلتها البنك حصلها ما جانيش فيها اشعار وفي عندي خطأ 18 دينار في شيك طلع من عندي انا نقصته اجل من قيمته 26 شيك مرفوض رجع لي يا البنك بدي كمان ارجع انا كنت ضيفه في الحساب بدي ارجع اقسمه واسبطه مديونية على صاحبه شوف كل نقطة عمل فيها القيد تبحها هيك بنكون انهينا الوحدة الخامسة ان شاء الله اللقاء القادم هنحل التمرين وهنرفع نشاط جديد للكم ترجمة نانسي قنقر